اعتقلت استخبارات طالبان خلية في كابل كانت تعمل لتهريب الدولار من أفغانستان ذلك بعد أن أكد نائب رئيس الوزراء الملع عبد السلام حنفي أن تهريب العملة الصعبة من أفغانستان خيانة للبلاد وأن طالبان تتعامل بيد من حديد مع كل من يرتكب تلك الخيانة وقال مصدر الأمني من استخبارات طالبان إن الاستخبارات اعتقلت خلية مكونة من 21 شخصا يشتبه بضلوعهم بتهريب الدولار من أفغانستان إلى باكستان وأضاف المصدر أن الخلية كان بحوزتها حوالي 18 مليون دولار وكانت مهيئة للإرسال إلى خارج البلاد موضحا أن استخبارات طالبان تجري التحقيق مع الخلية لمعرفة خفايا القضية والوصول إلى جهات أخرى يشتبه بضلوعها في قضية تهريب العملة الصعبة من أفغانستان وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان الملع عبد السلام حنفي قد أكد في مؤتمر صحفي أن كل من يقوم بتهريب العملة الصعبة من أفغانستان هم يرتكبون الخيانة في حق البلاد وأن السلطات الأمنية تتعامد بشدة مع كل من يعبث بالوضع المعيشي في أفغانستان